نختتم بأوروبا مثلاً من خبال أعطاء الكلمة للسيد غوبير أبيلا رئيس وزراء مالطا سيد غوبير أبيلا شكراً جزيلاً إمانويل مكرون شكراً لإحتضان هذه القمة المهمة ما أود أن نحدثكم عنه اليوم هو أهمية المحيطات على أساس شجامع من خلال وجهة النظر جزيرة صغيرة في قلب البحر الأبيل المتوسط مالطا نحن نعول على البحار والمحيطات الأغذية التي تصلنا في جلها تقريباً نستوردها من سقلية وكذلك من الوقود والغاز الحديد والصلب الذي نحتاجه في صناعتنا كما نعول كذلك على البحار لاتصالنا وتواصلنا نحن دول جزرية صغيرة عضوة في الاتحاد الأوروبي بعيدون عن أراضي البحر والاتحاد الأوروبي إذن وجهة نظرنا قد تكون مختلفة بالمقارنة مع عدة الدول الأوروبية كما أننا نعول بشكل كبير على البحار للسياحة السياحة تشكل وتجسد كل من اقتصادنا إذن السياحة وكل الخدمات المرتبطة بها مثلاً السفن السياحية نعول عليها بشكل كبير شواطئنا الجميلة كذلك هي أول معلم يأتي إليه السياح للاستمتاع بجزرنا والاستجمال فيها وهناك كذلك صناعة المصايد إذن الصيد مصايد الأسماك تربية الأحياء المائية التي تشكل جزءاً كبيراً من مداخلنا وتقدم فرص عمل وهناك كذلك القطاع البحرية التجارية ورشات بناء السفن وهناك كذلك صناعة الاستجمام البحرية التي تتطور أغلبية المرضيون لديهم سفينة أو قارب إذن لدينا عدة أوجه نظر مختلفة كلنا نتفق بأنه يجب أن نحمي البحار والمحيطات يجب أن نغير من تصرفاتنا لكن لا يمكن فقط أن نقول بأنه لا يمكن أن نستعمل أو نذهب إلى البحار سيد ماكرون أشار إلى مبادرة مهمة تهدف إلى حماية الحثان والدرافيل بهدف خفض مثلاً من خلال خفض سرعة السفن في بعض المناطق هذه مبادرة جيدة ولكن هذا قد يفضي إلى زيادة الكم المنطول في السفن قد يزيد من كلفة نقل بالسفن للبضائع هذا سيوضي إذن إلى زيادة في التكاليف هذه التكاليف ستترجم في زيادة الأسعار المتالكين إذن كل هذه الأمور يجب أن نأخذها بأعلى اعتبار لا يمكن أن نتخذ مبادرات لا تنظر في كل تبعات أي مبادرة ما قمنا به في مالطة للوصول إلى توازن الحل لكل هذه الإشكاليات المعقدة هو أن نصل إلى توازن من بين المحفزات التي اعتمدناها وإدخال مرفقيني للنقل بين السفن والساحل بفضل دعم الإتحاد الأوروبي فهذه المرافق ستمكن السفن من عدم استعمال الوقود في الموانئ واللجوء إلى طاقة عربائية اعتردنا هذه المنبادرة والمحفزات هذا يؤدي إلى نتائج جيدة ولكن هذا لا يحدد يقضي على الإشكالية فهذه السفن مازالت تستعمل وقودا ملوثا في أعلي البحار أسوال مطروح ولماذا السفن لحد الآن مازالت تستعمل هذا الوقود المنوث في أعلي البحار؟ لماذا السفن مازالت تستعمل وقودا نسبة الكبريت فيه عالية جدا يقال لي لأنها وإلا فإن ستزيد التكاليف هناك حلوات لا نستعملها ولا نلجأ إليها لأن تغيير الوقود في السفن سيزيد من التكاليف ولكن هناك حلول أخرى يجب أن نلجأ إليها هناك حلول صغيرة أخرى نأخذ مثل الناجعة مثلا هذا الكعس منذ أشهر تقريبا من أشهر كان هذا الكعس ربما سينتج ببلاستيك يستعمل بمرة واحدة ولا يمكن تدويره نحن في مالتا منعنا استيراد البلاستيك الذي لا يستعمله إلا مرة واحدة ثم قمنا بمنع بيع هذا البلاستيك إذا منعنا بداية استيرادة فما استعماله هذه خطوة قد تبدو صغيرة ولحد الآن ما زال هناك للأسف تلوث بلاستيكي ونحن نقوم باتخاذ هذه الإجراءات لمنع هذا التلوث إذا النداء نهاية لكم ويجب أن نصل إلى توازن نعم فلنناقش مبادرات تمكننا من تحسين جودة البحار وبئتنا وجودة الهواء ولكن يجب أن ننظر في كل مبادرة بشكل جامع شامل مع عدم تجاهل الواقع خصوصيات كل بلد وخصوصيات الدول الجزرية الصغيرة النانية التي تواجهوا واقعا مختلفا عن باقي البلدان والتي تعولوا على البحار بشكل كبير لاقتصادها لرفاهها إن هذا التوازن يمكن أن نصل إليه شرط أن نكون طموحين في أهدافنا وأن نقبل كذلك بأن حماية بيئتنا ومن بين أكبر التحديات التي نواجهها ولكن تحدي بالطبع يمكن أن نجح فيها شكرا 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 شكرا